وجه الرئيس عبدالفتح السيسي بمواصلة جهود تحسين خدمات الكهرباء للاستخدامات المختلفة في دميع محافظات الجمهورية والعمل على تحسين قدرة الشبكة القومية على استعاب زيادة الاستهلاك المتوقعة في ضوء النمو السكاني وبرامج التنمية جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والفريق أحمد الشازلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول خطة تطوير منظومة الكهرباء الوطنية وآليات التمويل المتاحة في هذا الصدد حيث تم استعرض الاستثمارات المطلوبة لتطوير شبكات التوزيع ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل عام خاصة في محافظات الصعيدة كما اطلع رئيس سيسي خلال الاجتماع على جهود التوسع في مشروعات توليد الكهرباء وكذلك مشروعات تخزين الطاقة المتجددة استفاد منها لمواجهة الأحمال المرتفعة وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة بما يعض من جهود الحكومة للقضاء على المعوقات التي تطلبت تخفيف الأحمال خلال الفترة السابقة ونقش الاجتماع أيضا تطور الأعمال بمشروع محطة الضوعة للطاقة النووية ومجريات التنفيذ والجدول الزمني وما تم إنجازه على كافة المستويات هندسيا وفنيا وإداريا وأيضا على مستوى التدريب وتأهيل الكوادر البشرية وذلك في ضوء الالتزام بتطوير قطع الطاقة النووية كرقيزة أساسية لتنويع مصادر توليد الكهرباء وفي إطار تحقيق رؤية مصر عشرين ثلاثين وتضمن الاجتماع أيضا استعراض برنامج إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالمدن الجديدة بما في ذلك محطات المحولات إلى جانب الموقف التنفيذي لمد خطوط الكهرباء وأنفاق كبلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي إلى تلك المدن كما تم تناول مشروعات الربط الكهربائي مع دول الدوار واستعدادات البنية التحتية الوطنية لهذا الربط وتم أيضا استعراض استراتيجيات العمل مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية لمواصلة النهوض بالخدمة وضمان جودة التشغيل وتحسين معدلات الأداء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر